القصة الثانية نقف عند قصة المهاجرين التي كانت حاضرة في البرنامج الانتخابي للرئيس الأمريكي جو بايدن وعلها كانت من أهم نقاط الجذب في الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي وعلى وعود يبدو أنها ستترجم إلى قرارات مع مشروع للرئيس بايدن لتسوية وجود ملايين المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة والتعامل أيضا مع برامج الترحيل القصري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الآن إلى ماركا روم المحلل السياسي والأستاذ المساعد بجامعة جورج تاون وجوليا جيلاد الزميلة في محط سياسة الهجرة أهلا بكم ضيفي الكريمين شكرا على قبول الدعوة جوليا دعينا ننطلق من هنا ما هي الشروط التي يجب توفرها في المهاجر لكي يسمح له بالبقاء في الولايات المتحدة الأمريكية أو بدخول البلايات المتحدة الأمريكية نعم نعرف أن إدارة الرئيس بايدن تقترحه بعد التدابير القانونية لأنظيم أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة الأمريكية عليهم أولا أن يشيروا إلى أنهم التزموا بالقوانين الأمريكية وبعد ذلك بعد بضع سنوات يمكنهم أن يباشروا بالتدابير الضرورية للحصول على الجنسية الأمريكية الرئيس بايدن لديه اختراح للكونغرس في هذا المجال طيب يعني ما الذي يمكن أن يفعل الرئيس جو بايدن ولم يفعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق ماذا تأخذون على سياسته في قضية الهجرة سيدتي الرئيس بايدن يعتمد موقفا مخالفا جدا لموقف إدارة الرئيس ترامب الرئيس ترامب كان يعتبر اللجوء كأنه تهديدا للأمن القومي وخطرا ومنافسة لعمل الأمريكيين لفرص العمل للأمريكيين أمن الرئيس بايدن فيعتبروا أن الهجرة هي مصدر قوة اقتصادية ودعم للأمريكيين فهو يريد أن يعزز الهجرة الشرعية إلى البلاد وبالتالي موقفان متباعدان مختلفان تماما والمقاربة أيضا مختلفة تماما أشركك في هذا الحوار سيد مارك ونحن نتكلم الآن هناك محاولات في غواتمالا اندورس للوصول إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك المئات من الأسر وربما الآلاف يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد فوز بايدن أعتقد أنه من الواضح أن هدف الرئيس بايدن هو مزدوج أولا السماح للمهاجرين أن يدخلوا إلى أمريكا بطريقة شرعية ومجهة أخرى أيضا إدفاء الشرعية على اللاجئين الذين أتوا إلى أمريكا بعد استفاء الظروف وفي هذا المجال الرئيس بايدن يريد أن يضع حدا فوريا لبناء الجدار ولكن سيستعمل أيضا التكنولوجيا الملائمة وقوات تطبيق القوانين لكي يسمح فقط لمن يحق له الدخول إلى أمريكا ولكن عندما تقول بصورة شرعية ما هي معايير الصورة الشرعية لدخول البلاد المتحدة الأمريكية وماذا عن التهريب الذين قد يتمكنوا من عبور الحدود ولا يدري أحد عنهم إدارة بايدن ستحاول أن تعتقل من يعبر الحدود بطريقة غير شرعية نعرف أن هناك بعض الأشخاص أيضا يريدون الحصول على لجوء في الولايات المتحدة الأمريكية ولا يمكن بالتالي أن نطلب منهم أن يبقوا في المكسيك أما الجدار فهو يشكل مشكلة على حدودنا الجنوبية أعتقد أن إدارة بايدن ستحاول مساعدة الدول كنيكراكوا وغاتمالا في أمريكا الوسطى التي تعاني من العنف في البلاد وهذا العنف هو الذي يدفع بمواطني هذه الدول للتوجه إلى أمريكا إن كانت هناك إمكانية لمساعدتهم في مواجهة العنف وتعزيز أوضاعهم الاقتصادية هذا أفضل سيدة جوليا ما الفائدة من إيقاف الإنشاءات في الجدار خاصة وإن رئيس الأمريكي دونالد ترامب وكذلك قادة الحزب الجمهوري يقول إن هذا ما طالب به العاملون على الأرض من قوات حرس الحدود أنهم يريدون جدارا لكي يحمي من التهريب ليحمي من التسلل ما الفائدة من هذا القرار التنفيذي لبايدن بإيقاف عمليات البناء وهل سيتجه إلى ما هو أبعد بهدم الذي تم بنائه نعم الرئيس بايدن لن يحول التمويل لبناء هذا الجدار الرئيس ترامب قد حول بعض التمويلات الموجهة للجيش الأمريكي للاستمرار ببناء الجدار على الحدود الأمريكية الجنوبية هناك حوالي 800 ميل من الجدار التي كانت موجودا قبل أن يأتي الرئيس ترامب إلى سدة الرئاسة الإدارة السابقة كانت تحاول أن تبني جدارا في أماكن يصعب أن تقطع أصلا أو يصعب عبورها أصلا كالأنهر أو الجبال أو غيره وبالتالي الجدار ليس الوسيلة الأفضل وخاصة لناحية الكلفة لوضع حد للتهريب والتسلل وغيره الرئيس بايدن يريد أن يعتمد على التكنولوجيا على الحدود ويمكن للحكومة أيضا مثلا أن تستعمل بعض الأدوات التكنولوجية كالكاميرا أو أجهزة الرص أو غيره لمنع عبور المهاجرين غير الشرعيين هي الطريقة التي تتعلق بتطبيق القانون استعمال التكنولوجيا بدلا من بناء الجدار دعيني أذهب معك إلى نقطة أخرى بالنسبة للحالمين الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية الذين قدموا أطفالا وكذلك بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين الذين أمضوا أكثر من ثمانية أو عشر سنوات داخل الولايات المتحدة ما هو وضعهم وعذروني العديد من النقاط النقطة الأخيرة لم الشمل ما بين الأطفال والأسر نعم بالنسبة للحالمين هناك جانبان أولا هناك برنامج داكا بمعنى أن نؤجل التدابير القانونية لحماية اللاجئين الرئيس بايدن سيحاول حماية هذا البرنامج ولكنه طالب أيضا أن يكون هناك سبيل الحصول على الجنسية لـ 11 مليون مهاجر غير شرعي في أمريكا مع أيضا طريقا مسرعا للحالمين طبعا هناك أولوية بالنسبة للإدارة تتعلق بالهجرة وعلى الكونغرس أيضا أن يركز على مجموعة الحالمين فيما يتعلق بإعادة لم شمل العائلات الرئيس بايدن سيتعامل مع الكونغرس ليسمح لعضاء العائلات أن تأتي إلى أمريكا حتى قبل أن تكون كل المعاملات جاهزة وسيعزز ربما البطاقات الخضراء التي تعطى لهذه العائلات للم شملها سنرى موقف الكونغرس في هذا المجال دعني أقف معك عند هذه النقطة أنه الرئيس الأمريكي جو بايدن أرسل بالفعل مسودة قرار للكونغرس المصادقة عليه بخصوص الهجرة ما الذي نعرف أكثر ما الذي يطلب من تمويل وحقيقة ماذا يمكن أن تقول لعديد من الموجودين الآن داخل الولايات المتحدة الأمريكية وربما يتطلع إلى إدارة جو بايدن بشيء من الأمل أنهم قد يأخذوا أوراقهم قريبا أعتقد أن الطريقة ليس بسهل هناك أعداء في الكونغرس سيحلون برنامج الرئيس بايدن إلى المشرعين ولكن نعرف أيضا أن الكونغرس لطالما تعسل عليه أن يعتمد قانونا في هذا الإطاع أنا سؤالي كان لسيد مارك لا أدري إذا كان يسمعوني سيد مارك أنا أعتذر جوليا سؤالي كان لسيد مارك لا مشكلة نعم شكرا جواب جوليا كان ملائما طبعا لن يكون الأمر سهلا بالنسبة للكونغرس أن يكون هناك نجاح في مجلس النواب أعتقد أن هذا سهل إلى حد كبير يمكن للديمقراطيين أن يدفعوا بهذا القانون إلى الأمام ولكن في مجلس الشيوخ ربما سنواجه مشكلة الفليباستر بمعنى التركيز على تمرير الوقت من دون تصويت في مجلس الشيوخ هناك حاجة للحصول على ستين صوتا هذا يعني كل الديمقراطيين وعشرة من الجمهوريين والأمر لن يكون سهلا تمرير قانون من هذا النوع يحصل على دعم عشرة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين مع موافقة كل أعضاء المجلس الديمقراطيين هو تحدي كبير غير ليس بالمستحيل ولكن إن كانت هناك مية طيبة وإن روج الرئيس بايدن بطريقة الملائمة لمشروعه قد يكون هناك إمكان جيد أنك أتيت على مسألة الفليباستر وأنه هناك اتفاق داخل مجلس الشيوخ بأنه أي قرار لا بد أن يمرر بغالبية ستين صوت حتى أنه الآن هناك ديمقراطيين يتحدثوا عن الرجوع عن مسألة الفليباستر ولكن دعنا نذهب إلى الأمام ما هي على الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يفاوض أن يقدم تنازلات ما هي المقاربة التي يمكن من خلالها التوصل إلى حلول مرضية في ملف الهجرة في ملف الهجرة ترضي قاعدة الانتخابية وكذلك ترضي الجمهوريين باختصر يسعب علي أن أتصور مشروع قانون يقنع الديمقراطيين والجمهوريين خاصة المجموعات الجمهورية التي تعارض أي نوع من الإصلاح المتعلق بالهجرة يسعب جدا أن يكون هناك توافق من قبل كل المشرعين في هذا المجال ربما يمكن للجمهوريين أن يروا أن من مصلحاتهم التوصل إلى تسوية تتعلق بالهجرة لو أراد الحزب الجمهوري أن ينمو ويزدهر فعليه أيضا أن يجلب إليه الأقليات وبالتالي قد يفكر الجمهوريون بهذه الطريقة لاتخاذ القرار حول أي مشروع لبايدن كلمة أخيرة جوليا والسؤال هذه المرة لك سيدتي المقاربة المثلة لجو بايدن في التعامل مع قوانين الهجرة طبعا من دون شك على بايدن أن يعمل مع الكونغرس للتوصل إلى اعتماد أي قانون القوانين الحالية المتعلقة بالهجرة أصبحت بائدة ولكن أيضا قبل أن يكون هناك اعتماد لأي قانون سنرى أوامر تنفيذية كثيرة تتعلق بالهجرة الرئيس ترامب أظهر أنه من الممكن أن يتصرف في هذا المجال من دون العودة إلى الكونغرس وأعتقد أن بايدن سيحذو حذوى الرئيس ترامب في مجال الهجرة وسيغير الكثير من أوامر الرئيس ترامب التنفيذية وسيتصرف أيضا بالاتجاه الذي يريده هو شكرك جزيلا نلتقي مرة أخرى سيدتي جوليا جيليت زميلة في محد سياسة الهجرة مارك روم المحلل السياسي والأستاذ المساعد بجامعة جورج تاون أيضا نلتقي مرة أخرى شكرا لكم اشتركوا في القناة